أو الشخص اللي يكون خاضر لعمليات في الريكتل أو في المستقيم أو الريكتل سيرجوري أيضاً الكلينت والديارية يعني شخص يكون عنده إسهال وأنا لا بأخذ درجة حرار عن طريق المستقيم هذا يعتبر غلط وتعتبر كونتر انديكيتينج أيضاً الشخص اللي يكون عنده فيكال امباكشن أو الريكتل بليدينج نزيف من منطقة المستقيم أو أنه عنده احتمال أن يحدث له نزيف أو رسك فور بليدينج لو أني أنا أخذ درجة حرارة عن طريق المستقيم فأبداً أحطي بالي الكونتر انديكيتيد أو الموانع قبل أن أخذ درجة حرارة عن طريق المستقيم طبعاً عنده أخذ درجة حرارة أولاً أقوم بترطيب الثرمومتر أو بتليينه بوضعه داخل جل بعد ذلك أقوم بتخلص منطقة المستقيم لمدة دقيقتين ويعتبر من أكثر الأماكن دقة في درجة الحرارة طبعاً زي ما أنتوا شايتين هنا نفس الجهاز المستخدم لأخذ درجة حرارة عن طريق الفم نستطيع أن نستخدمه لأخذ درجة حرارة عن طريق المستقيم لأنه في عدة خيارات في خيار أخذ درجة حرارة عن طريق المستقيم خيار أخذ درجة حرارة عن طريق الفم خيار أخذ درجة حرارة عن طريق الأبد فأستطيع اختيار الخيار من هنا بعد ذلك أختار الطريقة المناسبة أقوم بوضع البروب كفر أو الغلاف الخارجي بعد ذلك ترطيبه بجل ملطب وإدخاله في منطقة المستقيم لمدة دقيقتين فقط قياس الحرارة عن طريق الأبد أو عن طريق الأكزلري طبعا أتأكد أن المنطقة هذه ناشفة عن طريق طبعا تنشيفها وترطيبها بمنشفة بعد ذلك أضع الجهاز نفس الجهاز اللي قبل شوي نستخدمه أضع tip of thermometer أو مقدمة thermometer في وسط منطقة الأبد وأطلب من المريض أنه يقوم بتثبيته عن طريق أنه يضم يده على صدره وبعد ذلك أقوم بأخذ درجة الحرارة بعد أن يعطيني الجهاز صافرة بانتهاء أخذ الوقت nursing diagnosis أو التشخيصات التمرضية التي تأتي عادة مع موضوع temperature أو ارتفاع درجة الحرارة انخفاض درجة الحرارة hyperthermia ارتفاع درجة الحرارة hypothermia انخفاض درجة الحرارة risk for imbalanced body temperature يعني المريض هذا عنده احتمال أن يحدث له خلل في توازن درجة الحرارة ineffective thermoregulation أو عدم كفاءة تنظيم درجة الحرارة داخل الجسم يمكن يكون بسبب أمراض معينة داخل الدماغ أو brain lesion أو تلف لمنطقة تنظيم درجة الحرارة frequently يعني على مراحل متعددة على حسب المناسب monitor blood pressure pulse and respiration لأنها راح تتغير بناء على تغير درجة الحرارة monitor intake and output أراقب السوائل الداخلة للجسم والسوائل الخارجة من الجسم لأنه ممكن يحدث فيه عدم توازن سبب التبخر أو التعرق الشديد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة monitor for seizures activities إذا حدث للمريضة سنح الله تشنجات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتلف الhypothalamus أو تضرر المنطقة الموجودة في الدماغ ممكن يحدث للتشنجات يتم إعطاء المريض anti-biotic أو أدوية خافة على درجة الحرارة يتم إعطاء المريض أيضا IV fluid أو محاليل وريدية لتعويض النقص الناتج من ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الشديد apply ice pack ممكن أضع كمادات على طبعا الأماكن التي تحتوي على الأوردة أو سرين الكبيرة في الجروين والأقزرة منطقة الفخد ومنطقة الأبط أيضا التمبورال R3 أو منطقة الشريان الصدغي ترجمة نانسي قنقر